بسم الله الرحمن الرحيم تهم جمهير النادي الأهلي وأيضا جمعيته الأممية وجهة هذه الأخبار تحت عنوان الأهلي يخوض تحديات جديدة في رؤية 2050 ويقرر إنشاء ثلاث شركات مساهمة ناقش مجلس الإدارة في اجتماع اليوم الرؤية المقدمة من السيد رئيس النادي نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسوقية والخدمية وخلق روافط جديدة وكبيرة ضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرق الرياضية وقطاعاته المختلفة بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي وطلب رئيس النادي من أعضاء المجلس المزيد من دراسة الرؤية التي تقدم بها والأخذ في الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادي في المكان التي يستحقها دوما وفي ضوء ذلك قرر المجلس دراسة الرؤية بالكامل والعمل على تنفيذها على مرحلتين وتتضمن المرحلة الأولى ما يلي واحد تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات والمشاركة في مختلف الفعليات والمنافسات سواء كانت محلية أو قرية أو عالمية وتصويق ما يرتبط بها من حقوق البث حقوق الرعاية السلع والمنتجات المرخصة منتجات برامج التصويق التعاوني الإعلانات والتصديق على المنتجات وانتقالات وإعراض اللاعبين وأيضا مبعات الإعلام الجديد البرامج الإعلامية المدفوعة لللاعبين والأجهزة الفنية والأكاديميات والمعسكرات والمباريات إلى آخره وذلك وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والنظام الأساسي للنادي الأهلي اتنين تأسيش شركة استاد الأهلي شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي وما يلحظ به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والنظام الأساسي للنادي الأهلي تلاتة تأسيش شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللعبين والأعضاء والجماهير وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة إلى آخره وذلك أيضا وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والنظام الأساسي للنادي الأهلي كما قرر المجلس تشكيل أولا لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطية أضوي المجلس لوضع تصور شامل لتأسيش شركة الأهلي لكرة القدم اتنين لجنة برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وعضوية محمد الجرح ومحمد سراج أضوي المجلس لوضع تصور شامل لتأسيش شركة أستاذ النادي الأهلي ثلاثة لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل أعضاء المجلس لوضع تصور شامل لتأسيش شركة الأهلي للسياحة وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتهما الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له في ديسمبر المقبل تمهيدا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها لتحقيق طموحات النادي وأعضاء وجماهيره على كافة المشتوى الحقيقة يعني يلينا تعليق سريع على هذا طبعا هذه القرارات دايما النادي الأهلي سابق بكتير بتحط رؤية لغاية عشرين خمسين كمان تلاتين سنة النادي الأهلي هيروح فين ولو بصين على النادي الأهلي من عشرين سنة هنلاقيه برضو كان سابق فالنادي الأهلي هو ده سر تميز النادي الأهلي إنه الحقيقة ليه رؤية مستقبلية وجيل وراجيل بيشوف الرؤية دي وبيسلموها البعض الحقيقة إنشاء ثلاث شركات مساهمة الحقيقة خبر مهم وهيتبعوا قفزات كبيرة في طبعا مستقبل النادي الأهلي الحقيقة نرجع لأخبارنا اشتركوا في القناة